يسعد الله مساكل سارت لي قصة مرة كنت في الغايظة مدينة الغايظة عاصمة محافظة المهرة وقت ظهر ووقت قائلة الساعة يمكن 12 ونص تقريبا مار في طريق متجه من الكرنيش من البحر الى الى المدينة فمريت في الطريق على الرجل يمشي هو عياله وقت جين من البحر وقت كان وقت حر ووقت وكانوا يمشون في الخطة الثانية لفيت وجيتهم قبل ما اوصلهم جيتهم على ان باخذهم معي في طريقي قبل ما اوصلهم عرفت انه ناس سيطرفهم صعبة وعرفت انه بيطلبني فلوس رتبت حال قبل ما اوصلهم رجل وزوجته حاملة رضيعها حاملة رضيع معها والرجل يقود معاه بنته صغيرة وراه بنته اكبر منها يعني ثنتين بنات واحدة عمرها يمكن 7 سنوات والثانية عمرها يمكن 4 سنوات ورضيع اللي حاملته امه فنبشت في فلوسي انا عارف نفسي اني محتاج الف ريال يمني رايح مشوار بشتري حاجة الف ريال يمني حصلت خمسة الاف اللهم القي الحمد نزلت الالف في مخبات陛 اللي في الجنب اللي في الجنب والاربع تلاف حطيتهم في مخبات اللي على صادري وجيت السلام عليكم وعلكم السلام تفضل تفضل رايح الغيبه قلت هي رايح الغيبه لفيت عليكم أجزاك الله غير أجزاك الله غير فتح الباب اللي وراه وطلع زوجته ورضيعه وبناته ومشينا ومثل ما قلت لكم أنا قبل لاجيهم متوقع أنه رجل محتاج وبيطلبني وجهز له أبدا قعدنا نسولف مسافة مهي بعيدة اللي يعرف الغايضة يمكننا أقل من 5 كيلو أبدا قعدنا نسولف أنا وياه وأسأله ويسألني ولا تطرق لحاجته لين وصلنا دخلنا للمدينة ووصلنا للموقع قال لي هنا بس شكرا احنا نبقي هنا وقفت ونزل فتح الباب ونزل فتح على بناته وزوجته طيان مستغرب صراحة مستقرب كنت أنه عدم سؤاله و سبحان الله متأكد أنه محتاج متأكد أنه محتاج الرجل هذا رغم عدم سؤاله طيب قبل ما ينزلون أتعزم مني أطلع الفلوس أعطيها شفت الرجل ما سأل ما طلب فيها نوع من لحراج قل قل لله كثر خيرك الحمد لله لكن بعد ما نزلوا وبناته وزوجته وما بقى حد بالسير قبل ما يبند الباب قلت له وحطت يدي في جيبي قلت له هذا غدا الأمورات البنات الحلوات اللي معك الله يحفظها أربعة ألاف هذا غدا البنات الأمورات مديتها له فتح الباب وكان منه شيء عكس التوقعات كاملة متوقع أنها أما يقول لك أثر الله خيرك وما قصرت ويكون فيها نوع من لحراج جزاك الله خير لا خل الفلوسك عندك و يهاتبا يحلف أو أقل تقدير يأخذها يقول جزاك الله خير لكن عكس التوقعات فتح الباب متكلفلوس يعرف يعني كم عددها تقريبا نظرني بكاء أتري كان منهار نفسيا محتاج حاجة يا الله تخيلوا رجل يبكي بناته وره ورد أخر زوجته من الحاجة وما استغربت رغم رغم صراحة أثري بموقف دموع اللي قصبت اللي أثر فيني بعدين بعد ما راه والدعوات قاعد يدعي وزاك الله خير وزاك الله خير الله يفك حاجة يا رب هو وكل محتاج بعده قاعدت أتذكر اللحبات اللي عشناها أنا وياه من يوم طلع معي في السيارة قاعد جنبي وقاعد يسلف معي وأنا سأله وهو طيب وحاجته كابته جاثمة على صدره الحاجة بس ما قدر ينطقها ما قدر يتكلم وش كانت تمنعه عفته متعفف وهذا مجرد مثل كم وكم بين اليوم الله هي قطع الحاجة بيننا اتفقدوا اللي حولكم اتفقد اللي حولك اتفقدهم تحسوا الناس محتاجين لكن ما يقدر يكلمك ما يقدر يتكلم فبادر بالحاجة هذه سويتها بيات اليوم ذاك يشهد الله علي اني كنت متأثر فيه و خيال الشاعر من أمس نتكلم عن خيال الشعراء في كل ودن يهيمون فقال تخيلت هذا انا جيته تخيلت محتاج هو جاني والمحتاج وهو رايح بالذات المتعفف غلبه حاجته غلبته لين مشى درب متوجه يستعيب حتى و طول الدرب قاعد يرسم اماني وانه بيقضي حاجته ذيك وذيك وذيك لين وصل وصل المكان اللي بيقضي حاجته فيها منتظرين الناس انه يتكلم قول ابغي وتقضي حاجتك لكن ترجع عفته وتحبس الكلمة في لسانه ويسولف ويبتسم ويرجع ما قدر ايش رح حاجته رجعته عكس طريق جيته جاي هو هو جاي هو الأماني وراجع وهو والعتاب نفسه تعاتبه ليش ما تكلمت ليش ما تكلمت ليش ما تكلمت ف قصيدة الحاجة الله يكفيها يرب ويقطعها ويسر على كل محتاج ويضي اموره هذه تقول عزي المحتاج عزي المحتاج عنا لجل حاجة عزي المحتاج عنا لجل حاجة وبندونها عف وحبسها اضخافيه اقبل يمني خاطره باحتياجه واقفه يصارع خاطره بالمشاريه لاهو قدر بالبوح يقوي سراجه ويبين همومه لمنهم حواليه ولاهو لقى نظره بعين المواجه تقرأ وما وجهه تصونه وتعفين كل ما تقنع انه صبره سياجه يذكر ايادي ترتجي من اياديه يقاطي بيد يقاطي بيدك المخلوق حاجة رزقه وسخرها على يديك باريه هذا الحساب اللي يسرك انتاجه هذا الحساب اللي يسرك انتاجه ملكت رجل حر وارضيت وليه من جاك لا تاخد ضحكة حجاجه ما كل وجه يكون تعبير خافيه بعض الرجال يجيك عاني الحاجة ويعف ويعود يصارع خوافيه وسلامتك ترجمة نانسي قنقر